أعتقد أن محللين أخبار والمعلقين عليها مثلي يبالغون في تقدير مدى اهتمام الناس بالسياسة وأن ما تفكر به غالبية الناس عند الاستيقاظ من النوم أمور أهم من ذلك بكثير مثل العمل والعائلة وشؤون شخصية أخرى أحد أدلة ذلك الفئة التي سأتحدث عنها اليوم جمهوري أوباما أو ديمقراطي ترامب بعض هؤلاء الأفراد صوت لجورج بوش الجمهوري في عام 2004 لكنه صوت في عام 2008 لأوباما الديمقراطي ذي الأفكار المتناقضة مع بوش بعضهم صوت لأوباما أيضا في عام 2012 وفي انتخابات الرئاسة لعام 2016 صوتوا لدونالد ترامب فمن هم وما مدى تأثيرهم في تشكيل المشهد السياسي أهم السمات المنتمين لهذه الفئة هي أنهم من ذوي البشرة البيطاء من الطبقة العاملة لا يحملون شهادات جامعية ويعيشون في الولايات المتأرجحة التي تحسم الانتخابات في الغالب هذه الولايات تسمى الولايات البنفسجية أي أنها بين الولايات الحمراء التي تصوت في الغالب لصالح الجمهوريين والولايات الزرقاء التي تصوت في الغالب لصالح الديمقراطيين وحتى تكون الصورة كاملة فقد ترامب في انتخابات 2016 عددا كبيرا من أصوات المتعلمين والمتقفين لكنه عوض هذه الخسارة من خلال عدد كبير من أصوات الناخبين من ذوي البشرة البيطاء الذين لا يحملون شهادة جامعية صوت الكثير من هؤلاء لباراك أوباما لكن أكثر من ربعهم رفضت تصويت لهيلاري كلينتون واختار دونالد ترامب في العام الأول من رئاسة ترامب جمع معهد روزابلد ومؤسسة ديموكراسي كوربس مجموعة من هذه الفئة للتعرف عليهم أكثر وتبين أن هذه الفئة كانت لديها رغبة في تغيير الوضع الراهن وأنها متوجسة هي للمهاجرين وتأمل في أن يخفض الرئيس ترامب تكلفة الرعاية الصحية على أبناء الطبقة العاملة أي أنها تجمع بعض الصفات الديمقراطيين وبعض الصفات الجمهوريين وبتعبير آخر لبرالية اقتصاديا ومحافظة اجتماعيا الكاتب في واشنطن بوست دانا ميليبانك رأى أن هناك مبالغة في تقدير أثر هؤلاء رد عليه الكاتب في نيويورك تايمز نيت كون بأنه لا ينبغي لاستهانة بعدد هؤلاء وثقلهم في المشهد السياسي حسمت هذا الخلاف دراسة نشرت في عام 2017 وجدت أن ثلثي أسباب هزيمة كلينتون وفوز ترامب بالرئاسة يعود إلى هذه الفئة بالتحديد دراسة أخرى أظهرت أن أكثر من 9% من الذين صوتوا لأوباما صوتوا لترامب أيضا في حين وجدت دراسة ثالثة أن 13% من الذين اختاروا ترامب رئيسا كانوا قد صوتوا لأوباما في عام 2012 صوتت هذه الفئة لترامب لأنه يجسد الأمل في التغيير الذي كانوا يأملونه عندما صوتوا لأوباما لذلك كان 70% منهم راضين عن أداء ترامب في السنة الأولى مقابل 22% لم يكونوا راضين عن أدائه والملاحظ أن نسبة الرضا بين هؤلاء عن أداء ترامب أقل بـ 18% عنها لدى إجمال ناخبي ترامب وأن عدم رضاهم عن أدائه كان أكثر بتسعة بالمئة عنه لدى إجمال ناخبي ترامب أيضا رأى أحد التحليلات أن الاستياء العنصري ربما يكون السبب الرئيسي وراء انتقال المحافظين من ذوي البشرة البيضاء من الطبقة العاملة من معسكر أوباما إلى معسكر ترامب هذا الأمر ربما يزيد صعوبة استعادة الديمقراطيين لهذه الأصوات خاصة في ظل زيادة التوتر العنصري والاستقطاب المرتبط بها مما سيصب في صالح ترامب في النهاية بتغييرها لتوجهاتها 180 درجة في الانتخابات المتعاقبة تثبت هذه الفئة أن مجموعة صغيرة من الناخبين في ولايات غير ذات ثقل اقتصادي قد تكون أصواتها حاسمة في اختيار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهي حجة أخرى لصالح النظام الديمقراطي شكرا للمتابعة